إلى ذلك ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة بنيويورك حول الوضع المأساوي في الغوطة الشرقية وسوريا عموما ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مقر الأمم المتحدة موفدنا منور مرضي منور بعد التحية هل لك أن تحدثنا عن تفاصيل الجلسة وخاصة بشأن الوضع في الغوطة الشرقية وسوريا أهلا باسمو أهلا بمشاهدين الكرام نعم جلسة مجلس الأمن بدأت قبل ما يقارب ساعة من الآن برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والذي أعطى الكلمة بداية لمندوب الأمم المتحدة أو وكلا من العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك والذي تحدث عن تقرير اللجنة بضرورة شرح الحاجة التي تعيشها الغوطة الشرقية بشكل خاص وتعيشها سوريا بشكل عام أما بالنسبة لكلماتهم فكانت الكلمة الأولى لمندوب روسيا ثلاث ذلك مندوب السويد السويد التي قدمت مشروع القرار هذا والخاص بمشروع قرار لهدنة لثلاثين يوم مقدمة من الكويت ومن السويد وتحدث معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن هذا التقرير وعن الوضع في سوريا في الغوطة الشرقية تحديدا أن هناك أكثر من أربعمائة ألف شخص يعيشون في جحيم خلال هذه الفترة وهم على الأرض الضحايا تعدت ألف ومائتين مدني فقط في شهر فبراير بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسانة التي تكون من الجماعات الإرهابية المتواجدة هناك أو حتى استداف هذه الجماعات التي قد تتمترس أحيانا بأماكن تكون مأهولة بالسكان وأن هناك تعدي حتى على بعض الأماكن كالمستشفيات والمدارس والأماكن المدنية الكويت والسويد تقدما بهذا المشروع وكل الأعضاء باستثناء روسيا طلبوا التصويت لصالح هذا القرار لما فيه مصلحة الجانب المدني في الغوطة الشرقية وفي سوريا بشكل عام لإيقاف هذه الانتهاكات التي تتم ضد الإنسانية في سوريا هناك العديد من الدمار كما تحدث الشيخ صباح الخالد وتحركات الكويت الخاصة بإيقاف هذه العملية والعمليات العسكرية التي تكون بالمحيط المدني وضررة التوقف لإجلاء الجرحة وربما هناك العديد من حالات لنقول الإغاثة الإنسانية ودخول كل المستلزمات التي تخص المدنيين هناك والجلسة لازالت في المتحدث الآن هو المتحدث السابع هي هولندا لم تنتهي حتى الآن لكن كل الدول دعت إلى التصويت لصالح هذا القرار لما فيه مصلحة المدنيين ووقوف الكويت والسويت خصوصا المقدمين لهذا القرار مع دعم الوضع الإنساني في سوريا لإيقاف هذه العمليات العسكرية وضرورة دخول كل اللاعبين في القضية السورية على طاولة المفاوضات ومن ثم حل هذه القضية بشكل كامل باسمان نعم شكرا موفدنا من مقر الأمم المتحدة منور مرضي وإن شاء الله نلتقي معك بتفاصيل أكثر عن هذه الجلسة